إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضل الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد أيها الإخوة الكرام ما زال الحديث موصولا حول هذه الوصايا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونأخذ اليوم بحول الله وطوله قول الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هذه الكلمات العطرة من الله سبحانه وتعالى فيها من العبر والفوائد ما فيها ما ينفع الناس في حياتهم الدنيا لذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى لما قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فمفهوم الآية الكريمة أن الله لا يرفع إليه من العمل إلا ما كان صالحا أن الله لا يرفع العمل إلا إن كان العمل صالحا وإن العبد إذا وقف على شفير النار يوم القيامة قال يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي فدخول الإنسان جنة الله سبحانه وتعالى مرهون بعمله الصالح فما هو المقصود بالعمل الصالح وهل هو مقصور على العبادات فقط وما المقصود بقوله الكلم الطيب كل هذا سنعرفه إن شاء الله عز وجل في حينه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه لو نظرنا إلى هذه الفقرة من الآية في قوله عز وجل قدم الجر والمجرور في قوله إليه يصعد الكلم الطيب ممكن أن الله عز وجل كان يقول يصعد الكلم الطيب إليه لكن الله عز وجل قدم الجر والمجرور في هذه الحالة لتفيد الحصر كأن الله سبحانه وتعالى وحده إليه لا لغيره إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه طيب نقف على بعض اللطائف اللغوية ثم بعد ذلك نبين الفوائد والعبرة والدروس المستفادة من قول ربنا سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه إليه إلى الله سبحانه وتعالى يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه هذه الهاء في قوله يرفعه فيها ثلاث توجيهات أو ثلاثة توجيهات التوجيه الأول في قوله يرفعه معنى الكلام إليه يصعد الكلم الطيب خلاص انتهى الكلام كده وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ اللَّهُ إليه يصعد الكلم الطيب وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ اللَّهُ أي أن الهاء هذه عائدة على رب العزة سبحانه وتعالى أي هو الذي يرفع العمل الصالح هذا توجيه التوجيه الآخر أو التوجيه الثاني إليه يصعد الكلم الطيب وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ قالوا أن الهاء هذه خلاص راجعه إلى الكلم الطيب بمعنى أن المقصودة إليه يصعد الكلم الطيب وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ثاني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب يرفعه الكلم الطيب كأن العمل الصالح مرفوع بالكلم الطيب والتوجيه الآخر أن هذه عائدة على العمل الصالح نفسه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب يعني بمعنى أن الإنسان لا بد أن يجمع بين العمل والقول أو بين الكلام وبين التنفيذ يبقى الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب هذا ما تكلم به الإنسان تمام؟ والعمل الصالح يرفع هذا الكلام الطيب والعمل الصالح يرفع هذا الكلام الطيب وهذا التوجيه يردنا إلى معتقد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية فلا ينفع القول دون العمل ولا ينفع العمل بدون قول ولا ينفع الاثنان دون أن يكون معهم إيه اعتقاد سليم وهكذا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم هناك فرق عند اللغويين أيضاً بين الكلم والكلام الكلام عند اللغويين هو ما تألف من كلمة أو من كلمتين خلاص أفادة معنى يعني كلمة فأكثر هو من كلمة فأكثر والكلمة تندل يعطوا معنى خلاص أعطوا معنى يحسن السكوت عليه بمعنى أن الكلام لا بد أن يؤلف من كلمتين فأكثر ويحسن السكوت على هاتين الكلمتين لكن قالوا الكلم ممكن يؤلف من أكثر من كلمة لكن لا يعطي معنى لا يعطي معنى فمعنى الكلام أن الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب مهما كان هذا بأن إنسان كان يتكلم كلاماً ليس مفهوماً كلاماً لا يحسن السكوت عليه أي كلام طيب يصعد إلى الله سبحانه وتعالى ومعنى هذا ومعنى قول إليه يصعد الكلم الطيب أي أن الله سبحانه وتعالى يتقبل كل قول طيب خرج من الإنسان ليس معنى الكلام أن الكلام يكون يعني لا بد أن يكون يحسن السكوت عليه ولا بد أن تكون جملة لغوية والكلام ولذلك لما جاء أعرابين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وقال يا رسول الله إني لا أو سأل النعم صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاز يعني أنا بقوله يعني الأعرابي هذا ليس عنده علم وليس عنده في قوة ملكة بأنه يتكلم بالكلام اللغة أو الأذعية التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ أو لا يحفظ هذا الأعراب فقول أنا لا أحسن هذا يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول قال يعني أنا بسأل ربنا الجنة ويستعيث بالله من النار قال فحولها أدندن أنا ومعاز فحولها أدندن أنا ومعاز يعني أن الله عز وجل طالما أن الكلمة طيبا طالما أن الكلمة طيب الله عز وجل يقبله إليه يصعد الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه هذه بعض لغويات التي يعني وردت في هذه الآية في هذه الكلمة أو في هذه الفقرة من الآية إن شاء الله عز وجل طيب العمل الصالح أو إليه يصعد الكلمة الكلمة الطيب المقصود به هو التوحيد الصادر عن إيمان صحيح مقصود بالكلمة الطيب التوحيد الصادر عن إيمان صحيح التوحيد هذا هو مفتاح دعوة الرسل التوحيد هو الذي من أجله أرسل الرسل ومن أجله أنزلت الكتب ومن أجل خلق الله عز وجل الكون بما فيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقال أهل التفسير أن الكلمة الطيب هذا هو التوحيد الصحيح أو الصادر عن إيمان صحيح توحيد صادر عن إيمان صحيح يعني أن تعرف ما لله من حق فتعطه لربك سبحانه وتعالى وتعلم ما لا يجوز في حقه فتصرفه عن رب العالمين سبحانه وتعالى وهكذا لأن الله سبحانه وتعالى قال وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيمِينِهِ سبحانه وتعالى عما يشركون إذن كلمة الطيب هو التوحيد وهو العقيدة السليمة التي كما ذكرت لحضراتكم هي التي من أجلها بعث الله عز وجل الرسل ليعلموا الناس العقيدة ويعلموا الناس توحيد الله سبحانه وتعالى وتبرؤون من الشرك وأهله تبرؤون من الشرك وأهله فهذا نوح عليه السلام يقول لابنه يا بني يركم معنا ولا تكم مع الكافرين وهذا إبراهيم عليه السلام ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهي أولى وصايا لقمان عليه السلام يا بنيه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم كذلك أمر رب العالمين رسوله صلى الله عليه وسلم في أول بعثته قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر قم فأنذر وربك فكبر وقال له سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إذن أخونا الكلمة الطيبة المقصود بالتوحيد الصحيح الذي من أجل يتعرف الإنسان على ربه سبحانه وتعالى بالنظر في آيات الله عز وجل الكونية وبالنظر في آيات الله الشرعية حتى يستدل على وجود رب العالمين سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب كذلك الله عز وجل في كل شيء آية تدل على أن الله عز وجل هو الخالق والمدبر والرازق والمحي والمميت سبحانه وتعالى فيعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهده في كل وقت وفي كل حين تجد علامات وآيات تدل على رب العالمين سبحانه وتعالى لو نزرت حوله لا تعرفت على ذلك وهو عين ما فعله ذلك الأعرابي الذي قال البعرة تدل على البعير وأسر السير يدل على المسير راس فأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير يعني كل حاجة شاهد على أن الله عز وجل هذا النظام وهذا الإبداع في الكون الذي لن يستطيع أحد أبدا أبدا أن يحدث مثله تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبير زلك بنقول يا أخوانا الكلم الطيب هذا هو مقصود به كلمة التوحيد ومقصود به التوحيد الصادر عن إيمان صحيح كما ذكرت لكم ومعروف أن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا ما يحذر الصحابة رضوان الله تعالى عليه من الوقوع في الشرك لذلك نحن نقول الإنسان حتى يكون مسلما أو مؤمنا إيمانا صحيحا عليه أن يهتم به أولا بالعقيدة وبعدين بالمنهج وبعدين سلوك خلي بالكم الثلاث حاجة الدول عشان الإنسان يبقى مؤمن إيمانا حقيقيا لا بد أن يعلم هذه الثلاث لا بد أن يكون أن تكون عقيدته سليمة ولا بد أن يكون منهجه موافقا لمناهج الأنبياء ولا بد أن يكون سلوكه موافقا لسلوك النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه عليه الصلاة والسلام إذن عندنا إحنا بنقول الإيمان عبارة عن عقيدة ومنهج وسلوك عقيدة ومنهج وسلوك ذلك ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة رضو الله تعالى عليهم مثل ذلك لما جاءه معاز فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جاء من اليمن فسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سجد بين يديه منعه النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام وقال لما فعلت قال وجدت الناس يسجدون لأثاقفتهم خلاص وأنت أحق يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها فهذا منعه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسجد له وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المفضل والذي له قدره عند رب العالمين سبحانه وتعالى فكان يمنعهم حتى أن الرجل لما كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما شاء الله وشئت يا محمد فكان يغضب عليه الصلاة والسلام وكان يقول أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده كذلك لما كان بعض الصحابة يحلفون بشيء ورثوه من الجاهلية كان يحلفون بآبائهم وأمهاتهم وبالكعبة وبكذا فمنعهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ومن كان حلفا فليحلف بالله أو ليسكت وغير ذلك مما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وإذن العقيرة الصحيحة هي التي يعني تقصر بقول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب أما الانحراف في العقيرة يا جماعة فصاحب هذا يكون على خطر عظيم بعض الناس يستهين بأنه يكون عنده خلل في العقيرة بعض الناس لا يعني لا يأبه أن يكون في أفعال بعض الشركيات أو بعض الأشياء التي منعها النبي عليه الصلاة والسلام ويقول طالما أن القلب سليم خلاص كلام ده يا جماعة غلط كلام ده غلط فأبيض قلب وقلب السليم وأعظم قلب وأتقى قلب رجل عرفته الدنيا وقلب النبي عليه الصلاة والسلام خلاص أتقى قلب رجل عرفته الدنيا وقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هل كان عليه الصلاة والسلام يفرط في أمر العقيدة؟ كلا والله هل كان يفرط في أمر العبادة؟ كلا والله النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بعقيدته وكان يعلم الصحابة وكان يهتم بعبادتي وكان يهتم بسلوكه وأخلاقي وكان يعلم الناس هذا الخير لذلك قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو بعثت لأتمم مكارم الأخلاق على حسب اختلاف الروايتين إذن ليه يصعد الكلم الطيب معناه التوحير الذي يكون عن إيمان أو الصادر عن إيمان صحية طيب ثم قال الله عز وجل ليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع العمل الصالح يرفع قلت دخول العبد جنة الرحمن الرحيم مرهون بهذا العمل مرهون بعمل صالح فالسؤال الآن ما هو العمل الصالح وكيف أحكم على عمل أنه صالح كيف أحكم على هذا العمل أنه عمل صالح وهل أي عمل يعتبر عمل صالح أو بالأحرى هل أي عمل يعتبر مقبولا عند الله سبحانه وتعالى الجواب لا الجواب لا حتى يكون العمل صالحا لابد من توافر شرطين خلاص الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني المتابعة خلاص الأول الإخلاص الثاني المتابعة الإخلاص أن الإنسان لا يقصد بعمله إلا الله سبحانه وتعالى لا يقصد سمعة ولا رياء ولا أن نستكلم ولا حد يفعل خيرا وكذا إنما إيه يكون العمل لوجه الله إذا أطعم أطعم لوجه الله إذا أنفق أنفق لوجه الله إذا سعى مع محتاج سعى لوجه الله إذا تكلم كلمة خير تكلمها لوجه الله وهكذا وهكذا هو الإخلاص لذلك رب العالمين قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك إيدي القيم طيب المتابعة متابعة من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام تنظر في أصل الفعل الذي تفعله أن هل فعله الرسول هل هذا العمل الذي تعمله أنت له أصل في الشر له أصل عند النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا ولكن سنبقى حسن القصد والعمل فاسد لا ما ينفعش لابد أن أتوفر فيه كما قلت الشرط الأول الإخلاص الشرط الثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه واحدة إتنين هل العمل الصالح مقصور على العبادات يعني هل الأعمال الصالحة المقصود بها الصلاة والصيام والحج والزكاة والشهادتين فقط ولا الموضوع أكبر من ذلك العمل الصالح ليس مقصورا على العبادة فقط بل هو أوسع من ذلك بكثير أوسع من ذلك بكثير وكثير جدا وفي أبواب كتيرة جدا جدا من خلالها تقدر تصل إلى رضى الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان هذا العمل بعدا عن العبادات حتى لو كان هذا العمل عملا يسيرا من وجهة نظرك أنت ولا يخفى عليكم ذلكم الرجل الذي وجد غصن شوك خلاص بني إسرائيل في طريق الناس فنحاه جانبا فشكر الله له فدخل الجنة وهكذا فقد يصل الإنسان بعمل الصالح خلاص ما لم يصل إليه القائم الصائم الذي لا يعمل أعمالا صالحة أو الذي عنده مثلا إيه إشكالية في عبادته خلاص الأعمال الصالحة أخوان بابها واسع جدا جدا أذكر بعضها في هذا اللقاء بحول الله عز وجل مثلا من الأعمال الصالحة الإحسان هذا باب من باب الأعمال الصالحة والإحسان ده تتعلمه من الرسول عليه الصلاة والسلام الإحسان ده ليس له حد الإحسان ممكن تحسن إلى الإنسان ممكن تحسن إلى رجل كبير إلى امرأة عجوز تحسن إلى محتاج كذا كذا بل إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحسن حتى إلى الدواب الرسول كان يحسن إلى الدواب وده اللي احنا عايزين نتعلمه يا جماعة موضوع الرفق بالحيوان والكلام والحاجات عندنا في أصول ديننا هذا الأمر في أصول ديننا هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا حتى عند الذبح عند قتل الأشياء الضارة بالإنسان ألا تعذب وألا تمثل وألا تنظر الزبيحة إلى مثلا أختها ويتزبح أو تعذب حين تزبح الكلام ده ما ينفعش أبدا أبدا ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قوم وقوف على كراس وقوف على دواب لهم ورواحل مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل بعض الناس من العرب يقفون على الدواب البهائم يعني مثلا أو الخيل أو الجمال أو غير ذلك فنظر إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يعجبوا هذا المنظر فقال لهم صلى الله عليه وسلم موجها لهم ومبينا أن الإنسان لابد أن يرحم حتى الحيوانات حتى الحيوانات لابد أن ترحم قال عليه الصلاة والسلام اركبوها سالمة ودعوها سالمة اركبوها سالمة ودعوها سالمة خلاص ولا تتخذوها كراسية لأحاديثكم في الطرق تاني قال عليه الصلاة والسلام اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسية لأحاديثكم في الطرق يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن تتخذ الدواب كراسية الإنسان من فعش يعد على الدابة دون أن يكون محتاجا إلى ذلك من فعش طلام ولذلك يقول لك أن من المروءة وكان بعض السلف يقول لهذا الكلام يقول كان الواحد منا إذا نزل منزلا لا يطعم ولا يشرب حتى يعلف دابته يكون مسافر لما يكون مسافر السفر معين أو راح زيارة الحد مثلا ثم يأتي إليه عندما يأتي إليه يربط دابته ثم يعلفها يقول لك أنا لا نطعم ولا نشرب حتى نعلف الدواب حتى لا نعلف حتى نعلف الدواب يقول لك أيضا من العمل الصالح الرحمة حتى بالجماد حتى بالحيوان كل هذا داخل في العمل الصالح كذلك من العمل الصالح الأخلاق الفاضلة سنتخلق بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام يتخلق بالأخلاق التي أمرنا بها رب العالمين في كتابه أمرنا الله عز وجل بالرحمة وأمرنا بالرأفة وأمرنا بالتواضع وأمرنا بالأخوة الإيمانية وغير ذلك مما أمر الله سبحانه وتعالى به يبقى أيضا من العمل الصالح الأخلاق الطيب والأخلاق الفاضلة والأخلاق الطيبة هي أفضل ما مدح الله به نبيه عليه الصلاة والسلام الأخلاق هي أفضل ما مدح الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فين؟ قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم فمن العمل الصالح أيضا كما ذكرت أن يتخلق المرء بالأخلاق الفاضلة وبالأخلاق الطيبة الأخلاق هذه تجدها في قراءتك لكتاب الله عز وجل أو في بعض المواقف تجد هذه الأخلاق عندما قال قوم نوح له وقال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قومه يتهمونه أن به ضلالة ماذا رد عليهم نوح عليه السلام وكيف كانت إجابته على هؤلاء القوم قال يا قومي ليس بضلالة يا قومي ليس بضلالة رد يعني هذا رد في منتهى الروعة خلاص وكأنه يعني تحس أنه لم يغضب ولم ينفعل وكذا وكذا قال يا قومي ليس بضلالة هذه الأخلاق الفاضلة تجدها عندما قال إخوة يوسف عليه السلام ليوسف عليه السلام لما قالوا يعني إنك لأنت يوسف إخوة يوسف لما دخلوا عليه وكان وصل بقى لمرحلا وأصبح عزيز مصر ويعني معه السلطة ومعه المال ويعني كل مقومة الانتقام موجودة فيه موجودة فيه يعني خرج طفلا وفقيرا وكان عبدا وكان سجينا لكن الوقت بقى أصبح عزيز مصر ومعه المال وأصبح يحكم الكلام ده خلاص فلما جاء من طردوه أو من وضعوه في الجب انظروا الأخلاق الفاضلة قال لما قالوا آه إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف قال أنا يوسف هذا هذه الأشياء هي التي تجعل الإنسان قيمة إنسان لا يشعر بالأنا دائما لا يصدر للناس قيمته الحقيقية من خلال بقى إظهار لبعض المزايا اللي فيه يقول الكلام ده لا دعي الناس تتكلم عنك دعي الناس تحدثوا عن أخلاقك وعن مميزاتك وعن شهاداتك وعن مناقبك دعوا يتكلموا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه عبدوا الناس لله وأنتم صامتون عبدوا الناس لله وأنتم صامتون يعني إيه؟ بلهم خل الناس تعبد ربنا من غير ما تتكلم فقالوا كيف ذلك؟ قال بأخلاقكم قال بأخلاقكم فصاحب الخلق ده دعوة أصلا صاحب الخلق الطيب هذا دعوة إلى الناس لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني يدعو الناس بدون أن يتكلم يعني كان عليه الصلاة والسلام قد يدعو الناس بابتسامة قد يدعو الناس بسكوته قد يدعو الناس بتغاضيه عن بعض الأشياء التي يعني لو كان أحد غيره لقامة الدنيا ولم تقعد وهكذا عبدوا الناس بأخلاقكم ولذلك تلمح هذا الملمح عندما سؤلت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام لما سؤلت عن أخلاقه قالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن يعني كان خلق القرآن يا جماعة يعني كان ترقم عملية وفعلية ووقعية خلاص لكتاب ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا عز وجل إذا تحدث عن المتقين تجد صفات المتقين في رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا تحدث عن الصادقين تجد صفات الصادقين في رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا تحدث عن الأخوة تجد الأخوة في رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا تحدث عن غض البصر هكذا عن كذا عن كذا عن جبر الخاطر عن أي باب من أبواب الفضل والخير والخلق العظيم تجدوه في رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك لما سئلت عائشة قالت كان خلقه القرآن يكان متخلقا عليه الصلاة والسلام بما أمره الله عز وجل من الأخلاق الفاضلة وكان يعني بعيدا كل البعد عما نهي عنه وعما نهاه ربه سبحانه وتعالى عنه في القرآن الكريم أدى معنى قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن الأخلاق تجدها عندما يعني بعث سليمان رسالته إلى ملكة سبا لما قال له إنه من سليمان إنه من سليمان ولم يقل لا من المعالي ولا من السيادة ولا من كذا ولا من كذا إنما قال إنه من سليمان إنه من سليمان لا من الغني ولا من الملك ولا كذا إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم الأخلاق وأن يكون الإنسان كثير الصلاح صدوق اللسان يكون الإنسان كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل كل إنسان يعني قليل الكلام كثير العمل لأنه فيه طبعا واحد يتكلمه خلاص لا سنكون كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل وهكذا يكون المؤمن الذي يريد أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك العمل الصالح أيضا من معانيه أيضا الثبات على المبدأ الثبات على المبدأ لشان تبقى يكون عملك صالحا لابد أن تعيش في هذه الحياة تكون صاحب مبدأ وصاحب قضية لذلك ربنا عز وجل ذم المنافقين قال مذبذبين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء خلاص الإنسان ما يبقاش إماع الإنسان لا يحيا حياء لا قيمة لها ولا وزن وليس عنده مبدأ يعيش من أجله لا الإنسان يبقى يعيش من أجل قضية من أجل مبدأ معين هذا يكون أيضا من أصحاب الأخلاق أو هذا يكون عملا صالحا إذا كان على هذا المبدأ الذي يعيش عليه وهذه القضية التي من أجلها يحيا قضية التوحيد كقضية دين الله سبحانه وتعالى قضية تربية أولاد تربية سليمة كقضية الأخوة بين المسلمين كقضية نفع الناس كل هذا لابد الإنسان يكون له مبدأ يعيش به لذلك سعد بن أبي وقاس وكان من أبر الناس بأمه سعد رضي الله تعالى عنه سيدنا سعد كان من أبر الناس بأمه بل كان يضرب المثل بسعد خلاص كان يضرب به المثل في البر وفيه كده ناس معينة يعني إذا مثلا تكلمت عن الكرم يقول لك حاتم الطائل حاتم الطائل ذكر العلم يذكر معاذ رضي الله تعالى عنه إذا تكلمت عن القوش يذكر الفاروق عمر إذا تكلمت عن حب الرسول عليه الصلاة والسلام وعن حق الصحبة يذكر أبو بكر وهكذا فكذلك كان يضرب المثل بسعد بن أبي وقاس في البر كما يقوله من أبر الناس بأمه في المنطقة يقولون إيه في هذه المنطقة أو في هذا البلد يقولون إيه يقولون سعد ومع ذلك ومع ذلك لما أسلم أمه رفضت الإسلام أمه رفضت الإسلام فكانت تقول له لأنها تعلم أنه بها بار وبعدين أحيانا الوالد والوالدة الأب والأم بيأتون على هذه الجزئية لأنها نقطة الضعف في الإنسان يعني لما يكون مثلا أو أي حد مثلا بيحس أنت بتحبه أو له مكانة في قلبك مثلا فممكن يشتغل على هذه الجزئية لم يكن مثلا عاوز منك حاجة أو جاي مثلا يتشفع لأحد أو يتوسط لحد أو لو مظلمة وجاي لك فبيقول لك عشان خطري مثلا أو لأنك بتعيزه بينك وهكذا فالأب والأم يعني دائما بيأتون على هذه المسألة بالنسبة للأولاد يعني طبعا للأب مكانة في القلب وللأم مكانة في القلب وهكذا فأم سعد من هذا الباب قالت لسعد والله يا سعد لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا ولا أذوق ذواقا حتى تكفر بمحمد خلاص مشكلة وخلاص قالت والله لا أكل حتى أم تجوعا خلاص فتعير به يعني فتقول لك الناس يا قاتل أمك يا قاتل أمك يعني شوف هذا الكلام بتوجه له حتى يعني تسترق أو تستلين قلب سعد رضي الله تعالى عنه إنها بتقول لنا مش هاكل ولا هشرب وهموت هفضل كده عشان أموت مجوع عشان تعير بين العرب يعني وقلت لك معروف أنه أنه سعد من أبر الناس بأمه فكان رده سعدا قويا وقاطعا كان رده سعدا قويا وقاطعا على أمه قلت لك كن صاحب مبدأ يعني بأشي نهاردة رأيك في المسألة الفلانية أنها مباحة وأنها تجوز وأنها من نعم الله التي أنعم بها على عباده وكذا وبعد بكرة تحرم أو العكس خلاص أو تقع في مسألة معينة في نحية معانا وبعد فترة نحية لا لا خليك في طريق واحد وطريق الله سبحانه وتعالى الذي يرضاه رب العالمين عز وجل كما ذكرت على عقيدة صحيحة وعلى منهج الأنبياء وعلى تخلق وسلوك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة دلمة تنساهم لا تنساهم عقيدة سليمة المنهج الرباني السلوك النبوي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بهذا تنجح وتفلح وتخرج من هذه الدنيا يعني لست خاسرا بل أنت رابح إن شاء الله عز وجل قالت يا سعد لا أكل ولا أشرب ولا أزوق زواق حتى تعير به خلاص فقال وكانت لا تأكل حتى شجر فاها بالعصها يعني كانوا عشان يفتحوا بؤها عشان تأكل كانوا يفتحون فامها بالعصها خلاص أو شجر فاها يعني أحدث فيها مشكلة في الفم حتى تأكل وتشرب فكان يقول سعد رضي الله عنها لأمه يا أم كلي أو دعي يا أم كلي أو دعي راس فلو كان لك مئة نفس لو كان لك مئة نفس فخرجت نفس نفس ما كفرت بدين فخرجت نفس نفس ما كفرت بدين كلام ده أنا بقوله ليه بقوله عشان اللي بيبعد دينه عشان جملة اللي بيبعد دينه عشان شهرة الذي يبيع دينه من أجل عرض زائل وعرية مستردة ويتقلب في الأمور كيف يشاء النهاردة أمس بمسألة معينة أعتقدها بكرة غير رأي وبعد بكرة أقول بمسألة تلت خالص على حسب أيه على حسب هواه أفرأيت الذي يعني أضله الله على علم هذا الذي أتاه الله علما فأضله الله عز وجل عليه بنقول أن الإنسان لابد أن يكون صاحب مبدأ يعيش عليه في هذه الحياة الدنيا في هذه الحياة الدنيا ولذلك نقول أخوة يوسف عليه السلام أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم كل حاجة تابعة لهواه لا من أجل عقيدة ولا من أجل أن ينصر مثلا قضية معينة لكنه يمشي بهواه وتكلم بهواه وكذا وكذا هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء إخوة يوسف عليه السلام لما أرادوا لما كان لهم مصلحة لما كان لهم مصلحة انظر إلى التعبير القرآني لما أرادوا أن يأخذوا أخاهم قالوا لأبيهم أرسل معنا أخانا أرسل معنا أخانا ليه لأنه سيدنا يوسف عليه السلام طلب منهم هذا الطلب فهم جاءوا لأبيهم فعايزين أخوهم معاهم عشان مصلح عشان يعطي لهم العزيز يعطي لهم الزاد والكلام فقالوا فقالوا انظر إلى التعبير قالوا أرسل معنا أخانا لأبيهم يعقوب عليه السلام طيب لما حدست المشكلة بقى واتهموا بالسرقة وكانت القصة التي حكيت في سورة يوسف وبعد راجعوا من غير أخيه ماذا قالوا لأبيهم قالوا يا أبانا إن ابنك سرق إن ابنك سرق لما كان لهم مصلحة في المرة الأولى قالوا أرسل معنا أخانا خلاص لما تبدلت المصلح وتغيرت قالوا إن ابنك سرق إن ابنك سرق ولم يقولوا إن أخانا سرق إن أخانا سرق في المرة الأولى نسبوه لأنفسهم وفي المرة الثانية نسبوه لأبيهم تمام فلا إنسان ما بأشكرة هذه ليست من الأشياء المطلوبة بل إن الإنسان يكون في الصراء ويكون في الضراء ويكون في الشدة والرخاء ويكون في السعادة وفي غير السعادة في كل وقت الأزمات في كل الأشياء يكون صاحب مبدأ وصاحب قضية هذه التي نريدها من المسلمين حتى يكون العمل من الأعمال الصناعة ويكون عملك مقبولاً عند الله سبحانه وتعالى كذلك من الأعمال الصالحة التي فقدت أو من الأشياء التي يعني الصفات التي فقدت في هذه الأزمنة سيكون عنده مرؤة ويكون صاحب نخوة وصاحب شهامة ويفعل الأشياء ابتغاء مرضة الله مش لازم عشان يعمل مصلحة لإنسان أو يساعد إنساناً يكون له مأرب دنيوي ولا يكون له غاية مثلاً دنيا ولا الكلام ده لا موسى عليه السلام لما جاء وأيضاً صور القرآن ذلك المشهد لما يعني ورض ماء مدينة فواجد مرأتين تزوداني قال مخطبكما قالت لناسك حتى يصدر الرعاء إلى آخر الآيات ماذا فعل موسى عليه السلام ربنا عز وجل قال فسقا لهما فسقا لهما وبعدين ثم تولى إلى الظل خلاص هذه المروءة والشهامة التي نريدها في هذه الأيام أخواننا أخواننا الخنوسة تغط على الشباب الخنوسة تغط على الشباب سنكون رجل يكون شاب يكون محترم يكون صاحب مروءة وصاحب شهامة وصاحب نخوة وهذه الأخلاق التي لابد أن تفعل في هذه الأزمنة إذا جلست وكان مثلك قائما فمن المروءة أن تقوم وإن أبى إذا جلست وكان مثلك قائما فمن المروءة أن تقوم وإن أبى وإذا اتكأت وكان مثلك جالسا فمن المروءة أن تزيل المتكأ وإذا ركبت وكان مثلك ماشيا فمن المروءة أن مشيت كما مشى هذه الأخلاق التي نعرفها والأخلاق التي نريدها وهذه الأشياء التي أقول أن العمل الصالح يعني باب واسع ليس مقصورا على مجرد العبادات بل هو أوسع من ذلك بكثير وذكرت أن من العمل الصالح أن تخلق الإنسان بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى يرفعه الله عز وجل إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القروم عليه فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبرك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته